مساء الخير آسيا وبكل مشاهدي بي إن سبورتز منتخب قطر اختار منطقة إسباير التي تحفل بالكثير من ذكريات كرة القدم المحلية والعربية والعالمية آسيا إذا نظرنا إلى هذا الفندق سبق وأن تواجد فيه العديد من اللاعبين العالميين كزلتان إبراهيموفيتش مع باريسان جرمان وريبيري مع بايرن ميونيخ والنجم الحالي لبرشلونة روبرت ليفندوفسكي هذا المكان آسيا يعني روح كرة القدم تدور في أجواء هذا المكان وإذا عرجنا يا آسيا إلى المؤسسات المتواجدة بالقرب من هذا المكان سيكون المنتخب القطري مجبرا على تحقيق إنجاز سيحتضنه مستقبلا ثري تو وان متحف قطر الأولمبي والرياضي أكبر متحف رياضي في العالم وكذلك هذا المتحف الذي بالعكس سيتمنى المنتخب القطري بأن ينحت اسمه بهذا المتحف وكذلك منطقة إسباير آسيا منطقة إسباير ستحتفل ربوعها بما سيبنيه منتخب قطر في هذا المنديال آسيا البناء يشاهد يحس ويتحرك كذكريات ستبقى خالدة كذلك دافع المعنوي للاعبي المنتخب القطري أن متحف كرة القدم القطرية المتواجد قريب من هذا المكان هو أستاذ خليفة الدولي أحمد أعذني للمقاطعة لكن في سياق حديثك عن المنتخب القطري كيف أو أين أصبحت تحضيراته في معسكره الآن؟ نعم آسيا كذلك أريد قبل أن أنوى عن التحضيرات كذلك أريد أن أتكلم منطقة إسباير بالمناسبة أجد التعزين لرئيسها هلال بن جهام الكواري رحمة الله عليه الذي برئاسة تتخرج العديد من الأبطال ويتصدرهم معتز برشم والكثير من التفاصيل أما بآخر التحضيرات طبعا آسيا المنتخب القطري خاض العديد من التجارب مثل التصفيات الأوروبية الموهلة لكأس العالم وشاركة في بطولة الكأس الذهبية وكذا أن يصل إلى النهائي كذلك ومنتخب قطر يعني الآن في شهر ستة كان في ماربية يخوض معسكرا تدريبيا وحاليا الآن هو في النمسا وسيخوض مباريات ودية في سبتمبر أمام المنتخب الكندي في 23 من سبتمبر وفي 29 أمام التشيلي وهناك مباراة ثالثة ولكن حتى الآن لم يقرر الوقت وكذلك لم يقرر هوية الملعب عموما باختصار آسيا الكرة الآن في ملعب اللاعبين القيام بشيء الدافع للقيام بشيء يوسع الابتسامة عند القطريين وعند العرب خلافا عن إنجاز الاستضافة آسيا المنتخب القطري زار العديد من القارات وكان ندا ومنافسا قويا والعالم الآن سيزور قطر لماذا سيزور قطر؟ سيزور قطر ولن يجد أقل من الترحاب ومثل ما ذكر الزميل سمير دويدي في بداية التقرير بأن قطر جاهزة فقط كن مستعدا آسيا الشغف إلى أبعد مدى اشتركوا في القناة